نحن نشاهد في الفترة الأخيرة يمكن تعاون مصري الصيني على كافة الأصعيدة لكن لو تكلمنا عن الشعوب وإزاي تقرب من بعض ما فيش أجمل من الفن والثقافة بيقرب الثقافات من بعض والشعوب من بعض تفاصيل التعاون الثقافي المصري الصيني من دكتور وليد قنوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية اللي منورنا في الستوديو نتعرف أكتر عن هذه المبادرة والتعاون الثقافي بين مصر والصين أهلا بحضرتك صباح الخير عليك كلنا عارفين أن طريق الحريط كان ممتد العمل فيه لـ 18 قرن كان القرن الثاني قبل الميلاد وصولا القرن السادس عشر بعد الميلاد وكان بيذهب لأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وكل العالم القديم جهد كبير جدا الحكومة الصينية بتقوم به علشان تنشر من خلال هذا الطريق روافد التجاري النهاردة بيبقى فيه أيضا روافد فنية نتكلم عنه هو طريق الحرير طبعا المنظور التاريخي اللي هي فكرة طريق الحرير والتبادل التجاري ما بين المنطقة بشكل عام بين الشرق الأوسط والشرق الأقصى هو موضوع تاريخي وحصل على مدار تاريخي الطويل لهذا الطريق التبادل الثقافي ومع قوافل التجار اللي كانت بتحرك من المناطق المختلفة ويمكن ده ساهم كمان مش بس في نقل عادات وتقاليد وفنون وثقافات الشعوب ده يمكن كمان ساهم في انتقال العقائد ما بين هذه المناطق المختلفة الحكومة الصينية والشعب الصيني في فترة الأخيرة عندهم حرزة حضرتك ما قلت أن يتم نوع من أنواع عادة أحياء لهذا المفهوم في إطار واضح جدا من التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية والانتشار الثقافي أو الانتشار كمان الاقتصادي للشعب الصيني بشكل عام بالتأكيد العلاقات التجارية والعلاقات السياسية وغيرها من العلاقات القائمة على المصالح لابد أن يسبقها نوع من أنواع التمهيد أو القوة النعمة العبدالله بالضبط بالضبط الدعم من الجوانب الثقافية والجوانب الفنية الحدث اللي كان يعني بدايته مبارح هو حدث بنجهز له مثلا من ثلاث شهور مع الجانب الصيني مواكبة لزيارة وزير الثقافة والسياحة الصيني المعرض مش المرة الأولى أنه يقام فيها وأقيم قبل كده في المملكة العربية السعودية بنفس الفكرة ولكن يمكن تم التوسع أكتر مرة دي في عدد المشاركين وخصوصا من المصريين الفكرة أن الحكومة الصينية من يمكن 2009 بتنظم زيارات للفنانين العرب للمدن الصينية بتصادفهم تقريبا لمدة شهر بيبتدوا يتحركوا في أحدى المدن أو أحدى المقاطعات ويرسموا ويأخذوا هذا الانتاج الفني وبيحفظوا في أحد المتاحف الفنية عندهم وكذلك الفنانين ممكن بيأدوا بعض أو بيمرسوا بعض الرسوم وبيحتفظوا بها لأنفسهم الفكرة السنة دي من السنة اللي فاتت والتواجبت مع زيارة رئيس الصيني المملكة العربية السعودية السنة اللي فاتت أن تم استعادة هذه الأعمال للعرض ما بين الفنانين العرب اللي قاموا بأزيز زيارات منذ 2009 مع مجموعة من الفنانين الصينيين لإقامة معرض بيوضح كيف رأى الفنانون العرب بشكل عام الصين وكيف يرى الفنانون الصينيون المناطق العربية يعني قبل إقامة المعرض كان موجود في مصر على مدار أكثر من أسبوع مجموعة من الفنانين الصينيين بعضهم رسم المرادي وبعضهم كان قام بزيارات سنة هل كان هناك تقارب في الرؤى ما بين الفنانين العرب والصينيين شوف يا فنانون الموضوع ده طبيعي جدا لازم يكون موجود لسبب بسيط خالص لأن المجتمعات اللي لها جذور حضرية الشرقية بشكل عام واللي لها جذور حضرية يعني اللي وراها خلفية من حضرات قديمة زي مثلا الحضرات فيما بين الرافدين زي الحضرة في الشرق الأقصى بشكل عام زي الحضرة المصرية القديمة هذه الشعوب يبقى دايما عندها روابط مشتركة قاعدة مشتركة من التفاهم ومن القناعات اللي فيها قدر من التوافق يعني إحنا لو بصنا لمعظم الفنون الحضرية أو القديمة كانت أساسها قائمة على العقائد يعني دايما الفنون كانت بتخدم العقيدة والعقيدة في كل مكان بتختلف من مكان الآخر وبتأثر بشكل مباشر على طبيعة الفن ولكن في النهاية الفنون القديمة هي ما حافظت هذه العقائد فدايما لما يبقى فيه شعبين أو شعب مستند على تراث تاريخي وتراث أعقائدي وتراث فني بيكون التفاهم بينه وما بين الشعوب المماثلة لي أكثر استجمع بشكل مباشر طيب كيف جسد أو جسدت فكرة إحياء طريق الحرير هذا الطريق التاريخ القديم في معرض فني الجانب الصيني لما قام ده الحقيقة المبادرة كاملة المرة دي هي الجانب الصيني لما قام بده هو عمل نوع من أنواع الاختيار لمجموعة من الدول العربية اللي استضاف منها الفنانين فكرة أنه هو يسترجع صفراء من المثقفين أو من الفنانين في المناطق اللي بيستهدف أحياء اتصالوا بيها هي فكرة الحياة فكرة مش جديدة ولكنها مميزة جدا لأن لما بنق الفنان من بيئته وعرضوا لبيئة أخرى بيعود لبيئته الأصلية وهو محمل بكثير من الأفكار ممكن نقلها أو الدعية لها ففكرة استخدام الفن كسفير للتقارب ده بيتم بشكل ناعدل كمان شايفين يمكن في التقرير اللي فات أجيال صغيرة شفية يعني ناش لست بيطلع متحمسين جدا جدا وجود يعني التقافة الصينية في مصر ويعني حبيت الفكرة أن هم عبسوطين في نفس الوقت بالنسبة لي أنتوا عرفتوها منين يعني هو الحياة فيه توجه ما بين الشباب يمكن برصده على مدار السنوات الأولئلة اللي فاتت ناحية التقافة في شرق أسيا بشكلها سواء الصين كوريا كوريا واليابان التلاتة بالتحديد فيه نوع من أنواع الاهتمام موهتمام كمان بدراسة اللغات في هذه المناطق سواء على المستوى النفع تماما من الشباب عاوز لغة لها مستقبل فبيدرسوها وبيقبلوا عليها أو حتى على مستوى الانبهار بهذا التطور الحضاري الموجود في أسيا وله غرضه يعني مش بس هو تطور حضاري ولكن تطور حضاري يتماز كمان بطبيعة خاصة جدا مش زي التطور الحضاري الموجود في الغرب اللي هو معتد عليه لا هنا فيه خصية وفيه اختلاف سواء في الشكل أو حتى فيه المضامين فمواظم كمان أو جزء كبير من الشباب اللي كانوا موجودين مبارح في المعرض هم المتعاملين مع المركز الثقافي الصيني في القاهرة ومن دارس اللغة الصينية بيبقوا مهتمين جدا بمتابعة الأحداث أرجع تاني لإحياء فكرة طريق العرير إزاي تم تكسدها بشكل نقدر نقول عليه أنه هو هدف الحكومة الصينية في النهاية أنها تعيد إحياء هذا الطريق الخرائط، الرسومات، المحطات، الأشخاص، الأبطال هل دول كانوا عناصر في هذا المعرض؟ لا هو الفكرة كلها في إقامة نوع من أنواع الاتصال دون توجيه ودون استهداف يعني اللوح حملت صور تقليدية من مصر ومن الصين بالضبط، الفنان المصري اللي بيروح الصين هو يرى ما يرى في الصين ويعبر عنه بالطريقة التي يرىها وكذلك الفنان الصيني الذي يأتي إلى مصر يرى ما يرى الفكرة هنا مش في عملية أن أنا بوجهه للاتجاه معين يعني في إقامة هذا الاتصال وتكوين أو نقول تجنيد سفير بالفن في يعني يذيع ما رأى في المنطقة الأخرى والرؤية الفنية هي رؤية متروكة كاملة للفنانين من الجانبين يعني الفنان يرسم مشهد طبيعي رأى في الصين في الصين العظيم تمام، ما فيش مشكلة الفنان الصيني يرسم الهرم، ما فيش مشكلة أحدهم يعمل عمل في بعضا من الرموذ التاريخية والتراثية في قالب تجريدي، ما فيش مشكلة سواء من الجانب المصري أو من الجانب الصيني ليس بالضرورة تكون دعاية مباشرة أو تكسيد مباشر لمرأة بقدر ما هو نوع من أنواع إقامة جسور الاتصال ما بين الطرفين مفهول طيب، حاب أتكلم عن ردود الأفعال من الجانبين يعني لما المصريين لما راحوا هناك ردود الأفعال كتعاملت إزاي والصينيين لما جم هنا ردود الأفعال كتعاملت إزاي يمكن أنا يوم الخميس الماضي شاركت في نادوة كان بطالها اتنين من كبار الفنانين في الجانبين من مصر كان الفنان أحمد نوار وهو أحد كبار الفناني المصريين طبا، فناني تشكلين مصريين ومن الجانب الصيني فنان اسمه ويشان وهو نحات مهم ومدير المتحف الوطني في الصين الاتنين كانوا كنا بنستعرض التجربة المصرية والتجربة الصينية بشكل عام ويشان الفنان الصيني زار مصر والفنان أحمد نوار في 2013 زار الصين في زيارة طويلة استمرت 13 يوم الحقيقة هذا الاستقبال المتبادل ما بين اتنين من كبار الفنانين بيرتبطوا بشكل أساسي بقضايا وطنهم يعني تجربة ويشان مثلا هي قايمة على عملية المقاربة والمقارنة ما بين الرموز التاريخية من الشخصيات سواء في العقيدة أو في السياسة أو في المجتمع الصيني وما بين مماثليها من الحضارة الأخرى يعني مثلا يعمل تمثال لكونفوشيس في مقابل تمثال لأريستو أو سوكرات أو واتفر تمام وياخد هذا العمل الفن ويعرضه في أوروبا وفي الصين وهيكذا فهو خلفيته فعلا حضر لما جاء مصر لما جاء مصر هو اتكلم بشكل أساسي مش على الهرم اتكلم عن تمثال لأبو الهول طبع انا جيت قبل كده بالضبط انا جيت قبل كده وشفت تمثال لأبو الهول ولما جيت الزيارة دي رحت تاني تمثال لأبو الهول وبيتكلم ان المشروع القادم هو عمل برضو هزي المقاربة ما بين أبو الهول وأحد الشخصيات الموازية ليه هناك هنا ده نوع من أنواع التبادل بنفس المنطق يعني احنا ممكن نلاقي أبو الهول صيني لا هو بيكلم عن شخصية صينية لا بيعمل اتنين الوجه يتنظروا يعني وكذلك الفنان أحمد نوار برضو لما زار الصين أنتج ما فوق الاربعين عمل ما بين الرسم والتلوين أو التصوير الحقيقة كانوا بعضهم بيصور المشاهد وبعضهم بيصور من وجهة نظر الشخصية ما رأى من حالة من حالات الانطلاق أو بيقول عليه الانطلاق اللي هو التطور الحضاري اللي رأى في الصين الحداثة بالضبط أي فالأعمال هنا الأبراج وراتحات السحاب والقطارات ما صورهاش بمشهد أو بمنظور فيه من نوع من أنواع المحاكاة بقدر ما هو عملية من عمليات التعبير الفني بالكتل والمجسمات إن الأجسام مثلا تلاقي منطلقة الأعلى الكتل كلها منطلقة الأعلى وهكذا ده حد يشتغل على نفس الفكرة التوافق أو التقارب ما بين الشخصيات وده حد نقل بعض المشاهد وكمان عبر عن مفهوم العامل اللي رأواه في المجتمع الحكومة الصينية مهتمة جدا بالتوصل مع العلام أنا عارف ده كويس وعندهم وسائل إعلام عديدة عندهم مجلة الصيني اليوم ناطقها باللغة العربية متوزع لكل بلغة عندهم السي جي تي ان العربية والإنجليزية ومحملين حتى محطط أطفال باللغة العربية إزاي هتم الإعلام الصيني الناطق بالعربية بهذه المبادرة مبادرة إحياء طريق الحريب وإزاي نكز الدوق عليها وإزاي ألقى الدوق أيضا على فناننا المصريين التناول كان عامل إزاي فن والحيانة ما تبعتش ما نقل في الإعلام الصيني بشكل عشان أقدر أرد عليك ولكن أنا أقدر أن أقل لك الاهتمام اللي أنا كنت شايفه من القائمين معانا على تنظيم الحدث لا فيه اهتمام شديد بالحدث نفسه بزيارة الوزير الصيني لمصر فيه رغبة ملحاة ويمكن ده بادي جدا فيه بعض الأطرحات المفروضة أن أنفذها في الفترة الجاية زي تبادل زيارات زي تبادل معارض يعني هما بيكلموا طول الوقت على أن ده بداية لتطور أو لتعاون أكبر وأشمل وأعرض مع الجانب المصري سواء في الفمون التشكيلية أو غيرها يعني فيه كمان مجالات أخرى هما بتعاونوا معها وخصوصا كمان الوزير الصيني الزائر حاليا هو وزير للسياحة والثقافة والأثار يعني هو بيتعامل حاليا مع ثلاث وزيرات في مصر وبيه يوثق هذه العلاقات في الثلاث مجالات فالاهتمام ده أو التناول ده لأ كان فيه كثير من الدقة كثير من الاحترام وأنا يهمني جدا في تبادل الثقافي موضوع الاحترام المتبادل ويمكن ده بيظهر بشدة في شرق أسيا زي ما حضرتك قلت هي ثقافات عندها يعني background حضرية يعني فيه هنا حضرة من ألاف السنين وهنا حضرة من ألاف السنين وبالتالي بيبقى فيه نظرة بالمحترمة من الجانبين بتبقى متوفرة بشكل كبير ودرس القوى النعمة يعني هو أهم درس تزيت قبل ما تبعت مرسيل تجاريين وتحيي طريق تجاري كان السمر أسير في الحريق تقرب الثقافات والحضرات من بعض وده درس مهم من تعليم من الإخوة الصنيني اللي هم طبعا أصحاب حضرة زينا ولهم كنا التقدير واحترم ولك أيضا كنا التقدير واحترم شكرا جزيلا دكتور وليد قنوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية كل شكرا لك على وجودك معنا نورتاني فندم شكرا جزيلا